بسم الاب والابن وراح قد اسئل الان واحد امين تحلى الان انا مرتب وبركته من الان والى الابد امين النهاردة احبائي احنا بنتكلم معكم بخصوص موضوع مهم جدا ويعني زي ما انتوا عارفين احنا بقلنا مدة في اللوك داون دلوقتي اللوك داون الجديد ويعني اللوك داون ده بيخلينا ما نقدرش نشوفكم ودي حاجة مش كويسة لكن كان نفسي انا اكون معاكم واشوفكم واجهن لوجه ونستمتع بالمعية معكم ولكن يعني الضرورة موضوع علينا فوال من لي ان كنتوا لقوا بشر لكن الوضع الصح اللوك دلوقتي ان احنا المفروض نكون مع بعض ونشوفكم لكن لاجل القوانين معلش مش هنقدر نشوفكم واجهن لوجه لكن هنبقى في زوم نتقابل الى ان اراد الرب ان احنا نتقابل واجهن لوجه الموضوع بتاع النهاردة هو موضوع مهم جدا هو موضوع العطاء واول ما اقول هنتكلم عن العطاء كل واحد بقى يفتكر ان احنا يعني الكنيسة مزنقة في قرشين وان احنا هنشجعكم على العطاء علشان ايه تسددوا الديون بتاعتنا لكن الموضوع مش كده خالص الموضوع مختلف خالص هنشوفه دلوقتي مع بعض بمنظور جديد لفكرة العطاء في حياتنا مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ وده اللي قاله رب المجد يسوع رغم ان هو لم يسطر في الاربع اناكيل ولكن ذكره القديس بوليس الرسول في سفر الاعمال لما كان في ميليتس وبيكلم الناس هناك في ميليتس فبيقولهم كما هو مكتوب ان مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ صحيح العطاء هو محبوب ومغبوط اكتر جدا من الاخذ سهل ان كل واحد يبقى عايز ياخد ويبقى فرحان وهو بياخد لكن الفرح الحقيقي فعلا وانت بتبقى عندك شعور انك انت بتدي بيديلك شعور اقوى بكتير جدا وفرح داخلي اكتر بكتير من انك انت بتاخد لما بتاخد حاجة بتبقى فرحان بيها في الاول لكن بعد شوية بتكتشف ان هي مش كفاية وبتبقى عايز تاخد اكتر لكن لما بتدي بتبقى فرحان جدا جدا انك انت ساعدت انسان وديت له حاجة مين هو اكتر واحد بيدي مين اكتر واحد بيدي واده ومازال يعطي حتى الان هو الله تبارك اسمه هو اول من اعطى واول من نقرأ سفر التكوين او الاسححين ثلاثة ونشوف قصة الخليقة وقد ايه ربنا اعطى الانسان عطايا كثيرة جدا في الخليقة يعني قبل ما يخلق الانسان في اليوم السادس خلق له كل حاجة خلق له النور وخلق له الملايكة وخلق له الكواكب وخلق له في الاخر خلق له الاشجار والنباتات وخلق له كل الحيوانات وبعد كده خلق ادم وكمان خلق له حواء اعطاه له علشان تبقى معينة ليه فبالتالي اكتر واحد اعطى اكتر واحد اده في تاريخ البشرية هو الله بنفسه لانه بيعطي ومازال يعطي فاعطى الانسان نعمة الوجود لما خلق الانسان واعطاله كمان الحياة ان هو يستمر في الوجود ده واعطى الانسان كمان نعمة العقل في الوداس الغريغوري نقول اعطيتاني موهبة النطق فبالتالي الموهبة دي هي ايضا عطية من عطايا الله وبالتالي صار الانسان مخلوق ناطق عاقل يعي ما يقول يعني هو يعي ما يقول لكن العطية بتاعت النطق ان الانسان بيكلم اخوي الانسان وبيعبر عما في داخله والنطق ده يعني من اكتر الحاجات اللي بتميز الانسان عن بقية المخلوقات الاخرى لما ربنا خلق الانسان كمان اعطاله سلطان اعطانا السلطان ان ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو واعطاله السلطان على كل المخلوقات كانت كل المخلوقات بتخضع لادم وحوة في الفردوس وكانوا اعطاهم ان ادم كمان ربنا اعطى ادم ان هو يسمي هذه المخلوقات كلها فبقى يسمي كل حيوان باسمه واعطى كمان ربنا اعطانا موهبة كبيرة جدا يقول متى صليتهم فقولوا ابانا اللذي في السماوات فاعطانا ان احنا نصلي ونكلمه مين احنا الترابيين البشر الدعفاء المليين بالخطايا مين احنا عشان نقف تكلم ملك الملوك الواحد فينا لو اتيحت له الفرصة ان هو يروح يكلم وزير ولا برايم مينستر ولا حتى الملكة ملكة إليزابيس في لندن يحس ان هو وصل لمرتبة عالية جدا يبقى وصل يعني لحاجة ان هو فعلا راح كلم الملكة او راح كلم لرئيس الكمهورية او رئيس الوزرة او شخصية مرموقة لو حد فينا راح وتكلم هيحس كده هو راجع ان هو يعني على مستوى عالي جدا لكن ربنا اعطى العطية ديت وهو ملك الملوك ورب الارباب مش بس الملوك الحاليين ده كل ملوك العالم منذ الخليقة والى انتقضاء الظهر هو الملك الكبير اللي فوق كل هذه الخليقة والملك الذي يعطي والملك الذي يخلق ولا احد يباريه في هذا الوضع ابدا ومع ذلك احنا من حقنا ان احنا نوقف نكلمه ونصلي ونبقى كده فرحانين واحنا بنكلمه ربنا اعطانا هذه العطية هل بنحس قيمتها ولا بنتهاون فيها فاحنا عاديين بنتكلم دلوقتي على العطايا كتير الربنا اداها وعشان كده يتميز الله انه هو العاطي يبقى ساعات نقول واحد اسمه عبد العاطي يبقى لقب ربنا انه هو العاطي الكثير العطاء ونقول كده واحد اللقب بتاعه او السنين بتاعه عطى الله يعني عطيت الله فبالتالي حاجة جميلة جدا ان احنا نشوف عطايا الله ونقين ونحس به كمان الله زود الانسان بطول العمر وبالبركة والرعاية مش خلق الانسان ورماه كده وخلاص لأ ده ربنا بيرعى الانسان طول ايام حياته وربنا مش بيرعى الانسان كمان وبس ده بيرتب له كل شيء نقول عليه نقول على الله انه هو ضابط الكل ضابط الكل يعني يعرف كل واحد رايح فين وجاي منين وبيرتب لكل واحد حياته كلها ومش بس الكل دي بتحمل في داخلها الانسان او البشر كلهم لا ده الكل دي بتحمل في داخلها كل شيء كل المخلوقات بما في ذلك الكائنات الحية والكائنات غير الحية زي الكواكب والنجوم وكل الحاجات دي ربنا بيضبطها كلها بيحط كل حاجة منها في المجال بتاعها وفي المصار بتاعها وفي السيستم اللي هي بتلتزم بيه وبالتالي ربنا بيضمن ان كل هذه الكائنات لا تتضارب ولا يحصل اي حاجة عشوائية ابدا فعشان كده ربنا بيحيطنا بعنايته وبيحيط الكون كله بعنايته عشان كده هو مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ فعشان كده زي ما قلنا لقب الله المعطي من القاب ربنا والانسان الذي يقدم العطاء فهو عبد لهذا المعطي يعني بيبقى صير عبد للالله الذي يعطي بسخاء ولا يعير فاللي بيحصل هو اننا وانت وكل انسان بنعطي بناخد مما اعطانا الله ونعطي للاخرين يبقى اذا احنا مش بنعطي من داخلنا او من معياتنا او من محتوانا احنا ولكن احنا بنعطي مما قد اعطي لنا من قبل يعني احنا بالزبط زي بنعمل ديليفوري لحاجة ربنا ادهلنا عشان نوصله يبقى الله هو المعطي الاول الله هو مصدر العطاء الله هو مصدر الجودنس او الاشياء الجيدة اللي في العالم كله هو المعطي الوحيد وهو ليس اخر مصدر للعطاء غير الله بولس الرسول بيقول حاجة حلوة اوه في كرونسس الاولى اصحح اربعة اية سبعة يقول لانه من يميزك او اي شيء لك لم تأخذه ان كنت قد اخذت فلماذا تفتخر كانك لم تأخذ يبقى اذا كل واحد مننا عبارة عن مستقبل بنستقبل من الله الاول وبعدين بعد كده بنعطي للاخرين يقول كده من يميزك انت بتتبهى بايه انت شطر في ايه بالزبط اي شيء لم تأخذه ده كل ممتلكاتك وكل ما هو في معيتك هو كلها حاجات ربنا ادهالك ان كانت صحتك ان كان وقتك ان كانت طاقاتك ان كان امكانياتك ان كان فلوسك ان كان اي شيء افكارك حتى او اي حاجة انت بتطلع بيها كفكرة جديدة كلها عطايا من عند الله فبالتالي اي شيء لك يعني بتاعك لم تأخذه انت خدته من عند ربنا وان كنت قد اخذت يعني انت اصلا استلفته واستلمت من عند ربنا لماذا تفتخر كأنك لم تأخذ ليه تفتخر بقى على اي حد وانت بتديله ده انت اصلا شحات زي كل واحد تاني بيشحك يبقى الله هو الذي علمنا موهبة العطاء وهو الذي اعطانا ان نعطي هو الذي اعطانا ان نعطي وعطانا كمان ما نعطي فبالتالي كل شيء احنا بنعطيه هو اصلا من عند ربنا كمان الله دربنا على العطاء يعني ادانا كده نظام نمشي عليه وشجعنا بامور عديدة يعني مثلا لما ادانا اسبوع سبعة ايام قال كده اذكر يوم السبت لتقدسه ويوم السبت بعد كده تحول بقى يوم الحد فبقى يوم مقدس يبقى اذا انت عندك سبعة ايام بس منهم خلي بالك في يوم منهم لتعربنا ويقول كده ايضا انه امرنا بتخصيص جزء من اموالنا ننفق على الفقراء والمحتاجين وعلى مشروعات البر فيقول هاتو العشور وجربوني هاتو العشور وايه وجربوني خلي بالك هاتو العشور وجربوني يعني نوع من التدريب يعني شوف كده جرب مرة وانا هوريك اللي ايه الخير اللي هيجي عليك لما انت تعمل اللي انا بقولك عليه يبقى اذا هنا ربنا بيحط لنا نظام عشان نمشي عليه علشان اللي هو عايز يدربه لنا دي حاجة كويسة ومفيدة لنا ومن تشجيعنا على العطاء ايضا انه جعل مكافأة له سواء في السماء او على الارض والمكافأة دي على قدر ما نعطي يعطينا الله وازيد يقول كده ها انا اعطيكم افتح كوى السماء واعطيكم حتى تقولوا كفانا كفانا وصدقوني اللي جرب الموضوع ده عمره ما ينساه ان ربنا عطيه دي اكتر من اللي احنا بنيديه باضعاف الاضعاف لانه هو ما يحبش ان هو يكون مديون ابدا هو دايما يرطي الجميع بسخاء ولا يعير يبقى ازا تعالوا نشوف مع بعض ايه هي قواعد العطاء وكيف يكون في وضعه المثال اول قاعدة من قواعد العطاء ان احنا نعطي عن حب واشفاق وعن اقتناع يعني ايه يعني نبقى احنا مقتنعين ان العطاء ده مهم جدا في حياتنا في انسان مش في الكتالوج بتاعه ان في حاجة اسمها عطاء يعني العطاء ده بالنسبة له حاجة كده يعني برا برا النظام لا لازم يبقى العطاء جزء من مكونات الشخصية بتاعتنا نبقى مقتنعين ونازم كمان ان احنا بنعطي نعطي نعطي بسخاء ونعطي بمحبة يبقى بنعطي عن حب وعن اشفاق يقول في هناك من يعطي مرغم ليه مرغم يعني مثلا واحد عمالين الشحتين يطلبوا منه وكل يوم يقولوا هات 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 وهو مش عايز يدي ولكن خلاص ذهق منهم او خلاص بقى خجل منهم او او يعني بيعطي لانه بيجامل حد مثلا شاف ان كل واحد هيحط مبلغ فهو جيه عليك دور فالمفروض هو كمان يحط فيبقى كأنه بيعملها مجاملة او اداء واجب او حاجة يعني او ماشي مع الطيار كل كل الناس اللي في الوضع ده كل واحد حط مبلغ معين فانت كمان لازم تحط زيهم فيبقى بيعملها محبة في الظهور او للمديه خلي بالكم كل ده عطاء صحيح ربنا بيقبل كل العطاء لكن مش بيعطي هزا الشخص مش بيعطي من قلبه بيعطي من جيبه بس وفي قصة جميلة جدا مش فاكر واحد من القدسين كان كان بعيد جدا عن ربنا وما كانش بيحب العطاء ابدا وبعدين حلم بحلم كده ان هو يعني قبل الحلم كان حصل موقف ان كان يجي له واحد يشحب منه ويطلب وهو يقول له لأ ويطلب وهو يقول له لأ ويكررها كزا مرة لحد ما في الاخر جاله وهو قعب بيأكل وطلب منه وكانت غز منه بقى خلاص جدا فقام حتفه بحتة عيش كده نشفة كانت فاضلة عالترابيزة وما كانش راضي يأكلها لانها نشفة فقام حتفه بيها عشان يسكته ويمشيه وبعدين جيه بالليل نام وحلم وبعدين حلم ان هو مات ولما لما مات جابوا الاعمال بتاعته ويوزنوها عشان يشوفوا ايه الوضع ايه بالزبط فقعدوا دوروا على اي حاجة حلوة بيعملها او اي عطاء عمله فين ده ما ده ده جلده ما بطلعش منه حاجة ابدا فايه ففين جه ملك جه من بعيد قال اه بس ده هو حدف واحد من الفقرة بحتة عيش قديمة نشفة هي دي فحطوها في الميزان فطلعت ان هي دي الحاجة الوحيدة في الحسنات بتاعته فالرجل الصحي منزعج وقال لا انا لازم اتغير ولازم ابقى يعني عندي نوع من العطاء اكتر من كده بكتير يبقى ازا اول حاجة في العطاء انه يكون بحب وايه وباشفاقه على الاخرين تاني حاجة العطاء الامثل انه هو ليس هو فيما يطلب منك فتعطيه بل الاكثر هو الاحساس باحتياج اولئك المحتاجين يعني ايه يعني في واحد يقول محدش طلب مني حاجة انا هدي ليه انا محدش طلب مني حاجة لكن فيه انسان يطلع ويقول كده اه طوبة لمن يتعطف على المسكين يعرف كده ان ده مسكين ويعرف ان ده محتاج ويعرف ان هو فعلا يستاهل ان هو تدي له حاجة فبالتالي يبتدي يتعطف على الانسان من غير محد يطلب منه اي حاجة يبقى اعطاهم دون ان يطلبوا دي مستوى اعلى من المستوى اللي فات ان هو يدي مع حد طلب منه بس يدي بمحبة لا ده كمان يعطي بقى من غير محد يطلب منه على فكرة ربنا بيعملنا بالطريقة ديت ربنا مش بيستنى ان احنا نطلب لا ده بيعطينا من قبل ما نطلب يعرف هو احتياجاتنا ويعطينا الحاجة في معادة كتير الانسان يطلب من ربنا حاجة ويقعد يطلب 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 وبعدين ايه ما يلاقيش الموضوع بيستجاب لكن في واحد تاني يقول انا هطلب من ربنا حاجات روحية انا هطلب ملكوت الله وبره والباقي هزيه كلها ايه تزاد لكم ببيطلبش الحاجات الارضية لان ربنا عارف احتياجاتنا ايه ويعطينا من غير ما نطلب يقول فكان بالاولى اذا طلبنا فانه يعطينا اكثر مما نطلب تكن فينا هزي المثالات التي قدمها لنا الله نعطي الاخرين اكثر مما يطلبون لانهم قد يكونون في حاجة ومع ذلك لا يطلبون كل ما يريدون ليه لانهم يكونوا خجلانين او خافين انك انت تقول عليهم انهم طمعين في مشكلة تانية في العطاء برضو ان الانسان يعطي ولكن يعطي القديم واللي مالوش واللي فاضل عنه والحاجة اللي هي خلاص مش نافعة وخلاص قربت انها تترمي في الربش يقول لا 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 انا استنى هديها لحد ايه كعطية ويبقى دي ممكن تكون مفيدة لانسان اخر هناك اشخاص لا يعطون الا من الفضلات يعني ايه عارفين ان يحتاجوا بيتك يحرم على اللي مش عارف ايه كده هو نفس المبدأ ده يعني الاشياء المرفوضة اللي هو مش عايزها فيقول اه بالمرة ننضف البيت وانطلع كل الحاجات الزيادة ونروح اه نتبرع بيها ويبقى كده احنا عملنا العطاء بتاعنا لا انت كده ما عملتش العطاء انت كده نضفت البيت وبرافو عليك انك نضفت البيت ولازم تنضف البيت لكن انت لسه ما عملتش العطاء اللي المفروض انك انت تعمله يبقى بيقول كده ليست هذه فضيلة العطاء الذي يتمثل الانسان في اعطاء اجود وافضل مما عنده اللي عايز يعطي يعطي الحاجة جديدة يقول كده اعطي كيلا ملبدا مهزوزا فائدا يعني تعطي حاجة محترمة تعطي حاجة مليانة وجديدة واكتر من احتياجات اللي قدامك لما بنتكلم عن العطاء الكثير نفتكر حاتم الطائي اللي فيكم ارى عنه ان هو كان اكرم العرب في العطاء بتاعه يفضل ان العطاء لا تكون على قدر من يأخذونها يعني ايه يعني انت مش تبص لله قدامك وتقيمه وبعدين تقول انا هديله حاجة على قد ما هو يستاهل لا انت بتدي للناس حسب كرمك انت عارفين القاعدة دي فين؟ القاعدة دي من عند ربنا ربنا نفسه بيدينا على قدر كرمه هو مش على قدر طاقتنا احنا او على قدر احنا نستاهل قد ايه؟ ده هو بيدينا اكتر مما احنا نستاهل بمئات الاضعاف ليه؟ لان هو في طبيعته ان هو كريم عشان كده انت لازم تتعلم من سيدك تتعلم من سيدك انك تعطي حسب كرمك انت وتعطي حسب امكانياتك انت مش تعطي حسب احتياج الشخص اللي قدامك وبس لازم تبقى انت بتدي اكتر بكتير افضل انواع العطاء هو ان تعطي من اعوازك تعطي من اعوازك يعني ايه؟ يعني واحد يبقى محتاج ويقول يا ابونا انا بقبض مبلغ صغير ازاي هشيل منه العشور وازاي هاخد العشور من مبلغ الصغير ده وهعيش منين يعني ده الحكاية كلها عد غنمتك يا جوحة يعني فهم ارشين هنشيل من الارشين دول هيبقوا قد ايه بالزبط فيبقى ازا هنا انك تعطي من احتياجك ده عطاء زا عمك لانه بيحمل في داخله التضحية انك انت بتقول اه ده انا فعلا اللي موجود على قد اللي مطلوب لكن انا هاخد بقى من اللي على قد المطلوب ده يبقى كأني بضحي بالجزء من المطلوب واديه عطاء عشان التزم بالعطاء بنفتكر في الموقف ده مين بنفتكر المرأة التي اعطت في الفلسين الفلسين دول قيمتهم ربع كانوا قيمتهم صغيرة جدا 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 وفعلا ما كانوش يجيبوا حاجة جامدة يعني لكن السيد المسيح مدح المرأة دي لانها اعطت من اعوازها لما اعطت من اعوازها العطية بتاعتها بقت اقوى بكتير من الناس اللي اعطوا من فضلاتهم اللي كانوا بيحطوا كميات كبيرة من الفضة والدهب لكن كانوا بيعطوا مش من اعوازهم رغم ان المرأة دي كانت بتعطي من اعوازها من اجمل صور العطاء كمان ان هو يصبح عادة مش تقول احنا بندي مرة وتدي مرة وتنسى وخلاص هي كانت حاجة حصلت في الماضي استحيق وانسيت انك انت بعد كده المفروض انها تبقى حاجة متكررة لا ده لازم تبقى العطاء ده حاجة متكررة ويبقى حاجة كأنها عادة من عاداتك الطبيعية انك انت مع المناسبات بتاعتي عطايا مع الاعياد بتاعتي عطايا مع المواقف المعينة ناس مثلا عندهم فقرة في مصر مثلا عندهم ظروف انهم بيجوزوا بنتهم بواحد دخل الجامعة ناس بيتهم وقع مش عارف ايه يعني الناس اللي عندها ظروف دي بتبقى محتاجة دايما يبقى فيه ايه عطايا يبقى تعطي باستمرار تعطي كل يوم وتأسف على اي يوم يمر وانت ما ايه ما اعطتش فيه اا لا يرد طالبا مطلقا يعني الاية في اية هنقراها في الاخر بتاعة متة خمسة من سألك فاعطين ومن طلب منك فلا ترده طب هنروح فيها فين الاية دي من سألك فاعطين يعني كل واحد يسألك لازم تديره حاجة طب انا هلاحق على الكلام ده كله منين ممكن تدي جزء صغير ممكن تدي مبلغ صغير لكن ما تردوش ما ترجعوش خيبان ويعطي الكل دون تفريق يعني ايه ما تميزش وتقول اه انا هدي ده ومش هدي ده لا يعطي بكيل او مقياس مش هتقول كله هياخد مبلغ صغير وخلاص لا يعطي بلا حد وبلا عد وينمو في مهبة العطاء يوم بعد يوم من اعطى يعطي بكرم وسخاء كعطايا الله اللي تتدفق علينا وبعد ما تعطي ما تعطيش تفتخر بالعطاء بتاعك ولا تطلب اجر مديح من الناس وإلا تفقد العطية قيمتها للا ان العطية اللي انت هتاخد اجرها من الناس خلاص يبقى ملهاش اجر في السماء يبقى عشان كده لازم يبقى العطاء في الخفاء زي ما قال كده السيد المسيح ان اعطيت لا تعلم يدك اليسرى ما تفعله يدك اليوم انما بقدر الامكان يعطي في الخفاء واجره عند الله الذي يرى في الخفاء ويكافئ عليه يواظب على العطاء وثقا انه ليس يتنازل عن شيء من امواله وانما هو يكنز له كنوزا في السماء يعني في فكرة حلوة او بتعجبني لو واحد مسافر ورايح ينقل يعيش في بلد تاني فبص بالتدريج كده يقول انا لازم احاول فلوسي للبلد اللي انا رايح اعيش فيه يعني مسلا واحد عايش في استراليا واناو يعز لي روح يعيش في امريكا فيقول انا لازم الفلوس بتاعتي اللي هي بالدولارات الاسترالي احولها للدولارات الامريكاني وكمان بعد شوية اروح اشتري بيت هناك لو قدرت اشتري بيت هناك او اشتري عربية هناك فيبعمال يحول فلوسه اللي هنا وينقلها يوديها هناك طيب ما هي نفس الفكرة هي نفس الفكرة احنا وطننا الجنسية بتاعتنا منين يقول كده بقول لازالرسول ان ليس لنا هنا مدينة باقية ولكننا نطلب العتيدة نطلب والشاليم السماوية فلازم نحول العملة بتاعتنا نخليها بالعملة بتاعت ايه بتاعت السماء بتاعت الملكوت طبعا في السماء والملكوت مش هتستعمل الا مستر كارد ولا فيزا كارد ولا دولارات ولا جنيهات ولا اي حاجة من الكلام دا كل اللي هتستعمله هناك هو الايه الاعمال الحسنة بتاعتك فعشان كده لازم تحول العملة بتاعتك لازم تتبارف انك انت ازاي تنقل فلوسك للعملة الجديدة اللي انت هتتعمل بها هناك اللي بيعطي ده بيدرك في عمق قلبه وفي ثقة انه لا يعطي وانما هو يأخذ يعني ايه بياخد ايه بالزبط ده هو عمال يطلع مجيبه فلوس لا ده هو بياخد بركة بياخد بركة وهي اعمق بكثير مما يعطي انت اديت ايه اديت مبلغ فلوس اديت مجهود اديت محبة اديت نصيحة كل اللي انت بتدي ده في الاخر هو بياخد قيمة احسن لانك بتديه لملك الملوك ورب الارباب فبالتالي هو لما بيرد الجميل بيرد بقى اضعاف الاضعاف وبيعتبر ان كل ما فعلتموه بهؤلاء الاصاغر فبي قد فعلتم فبالتالي كل اللي بتعمله في اخوة الرب اللي بنسميهم اخوة الرب اللي هما الفقراء اللي في العالم هنا يبقى اذا السيد المسيح بيفتكره ليك في الابدية هذه البركة تتابعه في امواله وكل ما تمتد اليه يده ده الريتيرن اللي انت بتاخده هنا في العالم انك انت بتدي فلوس من فلوسك فربنا بيبارك في كل اللي عندك لكن فيه بقى ماء الضعف في الابدية يستبدل العطية المادية الفانية بعطية ابدية لا تفنو العطاء الاجبر هو ان يعطي الانسان نفسه في ذا ان لغيره يعني ايه يعني كل العطية هي خارجة عن ذاتك انت بتدي فلوس لكن مش بتدي نفسك بتدي نصيحة لكن مش بتدي نفسك لكن فيه واحد بقى بيقدم نفسه يقدم حياته عشان يعبر عن العطاء بتاعه التلاميذ ليلة القبض على السيد المسيح قالوا له احنا نفديك بحياتنا لكن للأسف لما جه العساكر يقبودوا على السيد المسيح كله طلع يجري كله طلع يجري وفيش بس اللي يمكن يحنى هو اللي استمر مع السيد المسيح وبطرس تابعه عن بعد ولكنه انكر قدام الجارية ثلاث مرات فكانوا بيقول كان بطرس بيقول للسيد المسيح كده يقول انا مستعد ان افديك بنفسي بتقرها في انجيل يحنى في اخر لقاء مع السيد المسيح مع بطرس يقول انا مستعد ان اتقال له تفديني ده انت الليلة قبل ان يصيح اديك تلات مرات مرتين تنكرني تلات مرات فعشان كده ده ده اقوى مثال للعطاء لان السيد المسيح هو اللي كان راح يقدم ذاته لانه هكذا قد احب الله العالم حتى بزل ابنه الوحيد فداء عن ايه عن لكي الاهل كل من يؤمن به بل تكون له الحال الابدية يبقى اذا السيد المسيح قدم نفسه قدم قدم جسده على الصليب علشان يموت من اجلنا وهو ده اقوى بقى مثال للعطاء عشان كده النهاردة انا بكلمكم عن عطاء الله لينا هو اكثر عطاء بكتير من اللي احنا بنقدمه او اللي احنا نقدر نقدمه مجالات العطاء متسعة واليساهم كل احد فيها بما يستطيعه تعالوا نقرأ مع بعض السيد المسيح لما جه يكلم الناس في العزة على الجبل وكان بيعلمهم عن العطاء او كان كده بيلمح عن العطاء في بعض ايات لكن اتكلم بوضوح عن العطاء في بعض ايات تانية اللي في اسحح خمسة تلميح عن العطاء يقول اما انا فاقول لكم لا تقوم الشر بل من لطمك على خدك الايمن حول له الاخر ايضا ده عطاء بتقدم خدك الاخر بعدما اتخبط على الخد اليمين فبتقدم الخد الشمال كمان وكان على انك انت ايه ما بتردش على الشر فانت بتقدم سلام بتعطي سلام فده نوع من العطاء اسمه عطاء السلام من اراد ان يخصمك واخد ثوبك فاتلك واترك له الرداء ايضا تجين ده عطاء سلام ما انسخرة كميلا فاذهب معه اتنين واحد بيقولك تعالى مش معايا ميل لا هتروح معاها اتنين ميل مشوار لا مشوارين يبقى ايزا هنا ده عطاء في المجهود انت بتقدم مجهودك في العطاء من سألك فاعطيه من اراد ان يقترد منك فلا ترده خلي بالكم الاية دي مفتوحة خالص ما فيش فيها اي ريستريكشنز ما فيش فيها اي كونديشنز يعني من سألك ما قالش اعمل تقييم الاول واشوف مين اللي مستحق ومين اللي مش مستحق لا ده من سألك اي حد يسألك اعطيه من سألك فاعطيه ومن اراد ان يقترض منك فلا ترد. وبعد كده تكلم عن سمعتم انه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك اما انا فاقول لكم احبوا اعدائكم. ده بقى عطاء اعلى مستوى من كل المستويات اللي فاتت. انك تحب عدوك. ده يعني كانك بتنسى كل افعاله السيئة. بتنسى ان هو العدو بتاعك. بتنسى ان هو ممكن يدرك. والحاجات دي كلها. وبتقدم عطاء حب. بتقدم حب. فانت بتقدم حب. مش بس القريبك. لا. بتقدمه لكل الناس حتى الاعداء بتوعك. احبوا اعدائكم. باركوا لعينيكم. احسنوا الى مبغضيكم. صلوا لاجل اللي زينة سيئون اليكم وتردونكم. يبقى ازا هنا ده كل ده عطاء بقى على مستوى عالي جدا. لكي تكونوا ابناء ابيكم اللي في السموات. يبقى ازا عشان تكون ابن ابوك اللي انت بتقول له ابانا اللي في السموات وانت بتصلي. لازم تكون على المستوى ده. تحب كل مبغضيك. تحب اللي بيسيء اليك. تحب اللي بتردك. ليه? لان ابونا اللي في السموات بيعمل كده. كل يوم هو بشرق شمسه على الاشرار والصالحين. ويمتر على الابرار والظالمين. وبعدين يؤكد المعنى تاني فيقول ان كنت ان احبابتم اللي زين يحبونكم فاي اجر لكم. فين العطاء اللي في ده? مفيش عطاء ده مجرد تبادل. واحد بيقدم لك حب. وانت بتقدم له حب ان ريتر. فما فيش فرق. مفيش هنا فضل الواحد على التاني. ان احبابتم اللي زين يحبونكم اي اجر لكم الاسا العشرون ايضا يفعلون ذلك. انسلمتم على اخواتكم فقط. فاي فضل تصنعون الاسا العشرون ايضا يفعلون هذا. طب مال ايه الحل? الحل انكم تكونوا كاملين. كونوا انتم كاملين كما ان اباكم في الساموات هو كامل. يبقى اذا عشان تقدر تعطي على المستوى ده يبقى لازم بتتمثل بمين? تتمثل بابونا اللي في الساموات اللي هو كامل. فصاحة ستة ربنا يسوعي يعلم الناس اللي على الجبل ويعلمنا معهم يقول احترزوا ان تصنعوا صدقاتكم قدام الناس لكي ينظروكم. اللي هو التباهي في العطية اللي احنا قلناه في الاول. طب دي ايه فايدتها او دي ايه النتيجة بتاعتها يقول وإلا فليس لكم اجر عند ابيكم اللازم في الساموات. يبقى اذا اللي بيقدم عطية عشان يتباهى بيها ويقول انا اللي حطيت المبلغ الفلاني انا اللي اشتريت المكان الفلاني يبقى دي عطيتها ايه? الاجر اللي في الساموات. يقول فمتى صنعت صدقة لا تصوت قدام قدامك بالبوق. يعني واحد بيه عشان يقدم صدقة يعرض يعرف الناس كلها. كما يفعل المرؤون في المجامع وفي الازقة. لكي يمجدوا من الناس. الحق اقول لكم انهم قد استوفوا اجرهم. خدوا الاجر بتاعهم من الناس اللي مدحوهم. وبالتالي مخلاص مفيش فضل الاجر في الساموات. طب مال ايه الحل? رب المجد يسوع يقول اما انت فمتى صنعت صدقة? فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك. يعني لازم الصدقة تكون في الخفاء. لكي تكون صدقتك في الخفاء. فابوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك على نين. يبقى ازا هي دي المعايير بتاعة العطاء. ويجب ان احنا نتبع هذا. خلي بالكم ان العطاء ده له قوة كبيرة جدا في الحياة الروحية. وبالتدريج كده بيبقى الانسان وهو بيقدم نفسه في الصلاة فهو بيقدم بيعطي روحياته لربنا. ويقدم نفسه في الصوم فبيقدم جسده لربنا. ولما بيقدم نفسه في الصدقة فبيقدم امكانياته كلها لربنا. عشان كده التلاتة سات دول لازم يمشوا مع بعض. في جمعة الاستعداد للصوم الكبير. انت بص تلاقي الكنيسة الجبلينة الانجيل من متى الستة تقريبا. ويقول عن الصوم والصلاة والصدقة. التلاتة سات دول. علشان نتعلم ازاي يكون الصوم بتاعنا. ازاي تكون الصدقة بتاعتنا. ازاي تكون الصلاة بتاعتنا. وبالتالي الكنيسة كأنها بتقول لكل انسان داخل عشان يبتدي يتأهب لحياته الروحية خلي بالك هو ده الاستعداد لازم يمشي بالطريقة دية عشان تقدر توصل. الكلام ده مش بيتقال في بداية الصوم الكبير بس لكن ده بيتقال لنا علشان حياتنا الروحية طول السنة ما يحصل لهاش نوع من الجفاف الروحي. ولكن تبقى دايما نشيطة واكتف كده ويبقى فيها نوع من الحركة والحياة. لازم يبقى فيها التلاتة صد والصوم يبقى صوم قوي. الصلاة تكون صلاة قوية. والصدقة يجب ان لا ننساها. بل يجب انها تكون حاجة ثابتة ومتكررة زي ما قلنا. ربنا يدينا ان احنا نقدر نقدم على قد ما نقدر. والكل ما هنقدمه هو مجرد جزء من قطرة من بحر كبير ربنا ادهدنا. مهما اعطينا هو هو اللي اعطانا كل شيء. وبالتالي احنا مجرد ان احنا بنردله جزء كبير جزء من من حاجات كبيرة هو قدمها لنا. وربنا يعطينا ان احنا نبقى دايما فرحانين بهذا العطاء. ونعمله بصورة منتظمة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الان وإلى الابد امين. ربنا يكون معاكم وربنا يؤثر فترة اللوك داون ديت. عشان نرجع نشوفكم تاني ونفرح بيكم. ونشكر الدكتور نبيل جندي على محبته. ونشكر ابونا يوحنة وابونا جيرجس على خدمتهم الكبيرة. ربنا يحافظ عليهم كلهم ونفعنا بصلاوتهم لإلهنا كل مجد وكرامة من الان وإلى الابد امين.